لذلك يا أخوان الواحدنا يدير باله على القرش الذي يحصله نصيحة يا شباب عدم الدخول في الحرام أسهل بكثير من الدخول فيه والخروج منه من أولا إذا مو حلال مية بالمية لا تفوت تسعة وتسعين بالمية اللي ما بدي يدور على شيء حلال صافي لأكون مطمئنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة ما بيمشي الحال واحد يعني يقول أنا طيب لو أخدت شوية حرام أحبت صدق لو أخدت شوية حرام أخي بكثلك ميتين أنا لو بمعاشي في حرام بعرف في حرام بس بقال أنا إن شاء الله إن شاء الله يعني بتصدق بكمية منيحة بوموا بطهروا لا يا أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ يعني الأمر الذي أمر به الأنبياء أمرك به يا لطيف أديش الله رفع مستوانا يا أخوان فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم الله قال للرسل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات أؤلّك أنت يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يعني يدعو ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له نحن رايحين على رمضان وقالي هلأ بيدعي 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 بس يا رجل أنت معتدي على إنسان في ماله أنت شريكك ما عم تعطي حقه الحسابات عندك وانت عم تزور بالحسابات أنت أختك إلى حق بالميراث ما عم تعطيها ياه أنت آخذ مضائع من زنمي وصار معك مصاري على أساس تسدله خلال خميس خميسين ثلاثة ما عم تسد أنت يا رجل رح تعمل تحيلة على مشتري وضحكت عليه بسلعة برقم عالي دير بالك بنو إسرائيل كانوا أكالون للسحتي يأكلون المال الحرام الذي يسحتهم سحتا مرأ فمرأ مرأ فمرأ حتى صاروا أكالين كان يأكل مرة واحدة بعدين صار ألفا هذا الأكل فصاروا أكالين للسحتي فالقرآن لما بيحكينا هذه القصص أيها الإخوة وهذه السيار لأنه دليل إرشادي لأن يقول لنا اعملوا مثل ما عمل الصالحون واجتنبوا أن تعملوا مثل ما عمل أهل الفجور والضلام